أرى بأن ما يحدث يحدث يعبر عن أن الجعرقات الجزائرية الفرنسية عادت إلى ما كانت عليه في عهد بوتفريقة وأن تلك الأزمات التي عرفتها بسبب تلك المواقف التي اتخذها القايد صالح قد رحلت ودفنت معه في القبر ولم يبقى الآن إلا على الجزائريين أن يقولوا لا أو نعم فإن قالوا نعم فإنهم سيقولون نعم لدستور باركته فرنسا وإن قالوا لا فإنهم بلا أدنى شك سيرفضون هذا الدستور فيه ألغام طبخت هنا في دوائر فرنسية هذا ما أردت أن أعلق به حول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ومباركة فرنسا إلى التوجهات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية وكل شيء أي للرئيس تابون وأعتقد بأن هذا الأمر سيجبر الجزائريين على أن يتحمل مسؤولياتهم التاريخية في أول نوفمبر الذي أطلقت فيه بالأمس وفي ذات يوم من عام 1954 أول رصاصة للثورة ضد المحتل الفرنسي وهاهم الجزائريون يعودون هذه المرة لصناديق الاقتراع ترى ماذا سيقولون لفرنسا وماذا سيقولون لأبناء باريس الذين يريدون اجتثاث كل القيم التي تعلمناها في مدرسة ابن باديس